بسم الله الرحمن الرحيم رياض ومدارس جامعة الزرقاء المبحث اللغة العربية للصف السابع الموضوع المفعول لأجله لنقرأ الأمثلة أنصف القاضي المظلوم انتصاراً للحق اثنان نتحمل الصعاب طلباً للمجد ثلاثة نظم عاداتك في الأكل حفاظاً على صحتك أربعة اجتهدت أروى أمراً في التفوق تأمل الكلمات الملونة انتصاراً طلباً حفاظاً أملاً تجد أنها مصادر ولننظر معاً في الجملة الأولى تجد أن انتصاراً بيّنت السبب الذي من أجله حدث الفعل أنصفاً فلو سألنا لماذا أنصف القاضي المظلوم ستكون الإجابة انتصاراً للحق وكذلك بقية الكلمات لماذا نتحمل الصعاب الإجابة طلباً للمجد لماذا ستنظم عاداتك في الأكل الإجابة حفاظاً على صحتك لماذا اجتهدت أروى الإجابة أملاً في التفوق وبالتالي ستسمى هذه الكلمات انتصاراً طلباً حفاظاً أملاً مفعولاً لأجله والآن ما حالة المفعول لأجله من حيث الإعراب تجد أن جميع الكلمات جاءت منصوبة وما هي علامة نفس بها بالتأكيد ستكون الفتحة الظاهرة على آخر كل منها نستخلص من ذلك أن المفعول لأجله هو مصدر منصوب يؤتى به لبيان سبب حدوث الفعل الذي قبله ونستدل عليه في الجملة بأن يكون جواباً لسؤال يبدأ بلماذا التدريبات صفحة 87 من الكتاب المقرر السؤال الأول عين المفعول لأجله فيما يأتي ألف قال تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماءاً ما هو المفعول لأجله في هذه الجملة خوفاً با نستعمل المصابيح الاقتصادية توفيراً للطاقة نريد أن نسأل لماذا نستعمل المصابيح الاقتصادية الإجابة توفيراً للطاقة وتوفيراً هي مصدر ومنصوبة بتنوين الفتح إذن توفيراً هي المفعول لأجله جيم بك المهاجر شوقاً إلى وطنه لماذا بك المهاجر الإجابة شوقاً إلى وطنه فشوقاً هي مصدر ومنونة بتنوين الفتح الإجابة شوقاً دال تتفقد الأم استوانة الغاز حفاظاً على سلامة العائلة أين المفعول لأجله؟ حفاظاً ها جلس الأبناء في الحاكورة استمتاعاً بجمالها أين المفعول لأجله؟ استمتاعاً المفعول لأجله هو حياء السؤال الثاني أجب عن الأسئلة مضمناً إجابتك مفعولاً لأجله مناسباً ألف لماذا تذهب إلى المدرسة؟ الإجابة طرباً للعلم با لماذا نعتني بنظافة أجسامنا؟ حفاظاً على صحتنا جيم لماذا تعقد المسابقات الثقافية في المدرسة؟ نشراً للوعي بين الطلبة دال لماذا ينضبط الطلبة عند رفع العلام؟ الإجابة هي احتراماً لعلم بلادي السؤال الثالث اجعل كل مصدر من المصادر الآتية مفعولاً لأجله في جملة مفيدة من تعبيرك الكلمات هي اكراماً اتقاءاً اعجاباً توقيراً حذراً يترك ذلك لك السؤال الرابع أعرب ما تحته خط فيما يأتي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه نريد إعراب إيماناً وغفر إعراب إيماناً مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره غفر ما هو إعراب غفر فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول وتم شرحه سابقاً المثال الثاني نقف إجلالاً لأرواح الشهداء نريد أن نسأل لماذا نقف؟ الإجابة إجلالاً لأرواح الشهداء وهي منصوبة بتنوين الفتح وأيضاً هي مصدر فستكون إجلالاً مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره واللام حرف جر أرواحي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنها جاءت بعد حرف جر وهو مضاف السهداء مضاف إليه مجرور بالكسرة ثلاثة استعملي حزام الأمان حفاظاً على سلامتك وسلامة الآخرين نريد إعراب حزام والأمان وحفاظاً استعملي فعل وفاعل إذن حزام ستكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الأمان بالتأكيد هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره حفاظاً مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره